التقى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي الأحد بالمكلة وفد بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف برئاسة السيد فليب دومنيل ممثل المنظمة باليمن ونقش اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العنقي وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس أمين برزيق ومجيري المكاتب المعنية نقش تدخلات اليونسيف في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف والتخطيط الدولي وثمن محافظ حضر موت تدخلات المنظمة في الجوانب الإنسانية والخدمية وتوسيع دائرة اهتمامتها لتشمل قطاعات هامة هذا وافتتح محافظ حضر موت ممثل اليونسيف السيد فليب دومنيل مشروع إعادة تأهيل ثماني محطات للصرف الصحي بمدينة المكلة بكلفة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة ألف دولار بتمويل من منظمة اليونسيف بدوره أكد ممثل بعثة منظمة اليونسيف السيد فليب دومنيل على سعي المنظمة لحشد موارد لتنفيذ برامج تنموية ومشاريع مستدامة في البنية التحتية بالمحافظة منظمة اليونسيف في حضر موت لها أعمال كبيرة وكانت داعمة للسلطة المحلية في كثير من المشاريع منها عدد من المراكز الصحية وتاهيل أيضا عدد آخر وتوريد أنابيب وتاهيل مضخات الصرف الصحي أو محطات الصرف الصحي منها هذه اليوم التي افتتحناها طبعا اليونسيف هي منظمة المرحب بها دائما في العالم كلها هي التي تربط بين الدول الغنية والدول الأخرى وأعمالها في محافظة حضر موت مشهود لها